خلونا نروح نستعرض تاريخ النادي الاهلي في نهائيات دوري أبطال إفريقيا وأنا طبعا يعني بنعتذر أن تاريخ النادي الاهلي في نهايات دوري أبطال إفريقيا كتير قوي فخلينا يعني إن شاء الله نختصر الموضوع سنة 1982 كان بيتوج النادي الاهلي باللقب له الأول لي بعد الفوز على أشانتي كوتوكو في القاهرة 3-0 بيتعادل إيجابيا في غانا 1-1 سنة 1982 1983 سنة البعديها مباشرة الأهلي بيخسر اللقب أمام كوتوكو الغاني بعد تعادل سلبي في مصر وخسار بهدف نظيف في غانا 87 الأهلي بيعود للتتويج على حساب الهلال السوداني بعد تعادل سلبي في الخرطوم وانتصار بثنائية نظيفة في القاهرة طيب نرجع بقى تاني في 2001 بعد غياب طويل جدا 10 سنة بيصعد النادي الأهلي على منصة التتويج القرية على حساب سانداونز بتعادل إيجابيا في بريتوريا ذهابا 1-1 وانتصار بثلاثية النظيفة في القاهرة في القيام في 2005 الجيل طبعا الزهبي بتاع النادي الأهلي جيل منو الجوزي بيحقق الأهلي نجمة الرابعة له بعد تفوق على نجمة الساحلة تونسي بيتعادل زهابا في سوسا وبيفوز الأهلي في القاهرة بثلاثية نظيفة 2006 بيعاود نادي الأهلي مرة تانية لقب الخامس للأهلي والثاني ليه على التوالي على حساب الصفاقسي التونسي بالتعادل هناك ذهابا 1-1 في القاهرة وبيفوز الأهلي في الياهب بهدف نظيف في تونس 2007 بيخسر نادي الأهلي لقب للمرة التانية في تاريخه في مواجهة النجمة الساحلة التونسي بعد تعادل سلبي في سوسا وهزيمة بنتيجة 3-1 في القاهرة بيعود نادي الأهلي مرة تانية في 2008 بيتوج النادي الأهلي ملكا بطلا على عرش قارة السمراء على حساب القطن الكابروني بعد فوز النادي الأهلي في القاهرة زهابا بهدفين دون رد وينتزع تعادل إيجابي في قلب جاروة في الإياب بنتيجة 2-2 سنة 2012 الأهلي بيعود إلى منصة التتويج مرة أخرى من قلب ملعب رادس في مواجهة الترجي التونسي وبيتعادل الترفين في برج العرب بهدف لكل منهما بيفوز بطل مصر إيابا في تونس بهدفين مقابل هدف في 2013 تام ألقاب النادي الأهلي على حساب فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بعد ما بيتعادل واحد واحد خارج الميدان وانتصار بهدفين في ملعب المؤولين العرب في القاهرة 2017 بيخسر النادي الأهلي لقب للمرة الثالثة في مواجهة الوداد البيضاوي المغربي بعد اتعادل إيجابي واحد واحد في مصر وهزيمة بهدف في المغرب ده كان أول خسارة للأهلي والوداد في النهائي المرة الأولى في 2018 للمرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي بيخسر النهائي فيه نسختين متتاليتين على يد الترجي التونسي دي نسخة التانية على يد الترجي التونسي نسخة الأولى كانت على يد الوداد المغربي في 2018 بيخسر النادي الأهلي البطولة بيفوز في مصر الثلاثة واحد وبيخسر الإياب في تونس بسلسية نظيفة 2020 بيزين قميص نادي الأهلي بنجمته التسعة في نهائي القرن بيلفوز على نادي الزمالك في مباراة النهائية بملعب القاهرة بنتيجة 2.1 ده كان في 2020 2021 الأهلي بيفوز باللقب العاشر في تاريخه بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3.0 2021 الأهلي بيخسر المباراة النهائية على يد الوداد المغربي بنتيجة 2.0 2023 الأهلي بيحصد الرقب 11 الحساب الوداد المغربي بالفوز 2.1 في القارة والتعادل 1.1 في الدار البيضاء تقريبا الأهلي أصبح يشكل عقدة للوداد المغربي